يا مساهل الحالة صباح الخير يا بعمر صباح النور يا شهف ابني خير يا ابني يعني انت مشيت انت والجدع اللي كان معاك مبارح من غير حتى ما تشربوا كوباية الشاي وبحصل حاجة عليش يا حاجة يا بعمر السنة جاء لي مصلحة مهمة مبارح وكان لازم راح اخلصها بسرعة انت طيب يا شهف وتستاهل كل خير ها عملك كوباية الشاي بتاعتك اسلامني يا راجل يا بركة انا بس كنت جاء اصبح عليك لان عند مشوار مهم اخلص وجيلك على طول السلام جيب العرب سليم يا ومين الجاي للساعة ستة الصبح دا؟ مين؟ انت؟ خير؟ انا كنت عاوز اتكلم معاك في موضوع بخصوص ايه؟ نتكلم احنا عوفينا عالباب تفضل بقولك يا حاج يعملي كوباية الشاي عشان مصدع يا حاج بقولك يعملي كوباية الشاي يا حاج يا عمه وانا مش بكلمك حتى اللي كانوا يوم جمبي جرحوا قلبي وعدلوني وكان وانت عيفتي ما كلمني؟ ليه سأل مهتوهش خلينا في المهم بس طب انا كتفترة بتجي عند الحاجة بعمر وانت اصلا مش من المنطقة عندنا تعرفوا من ايه؟ انا كنت بسافت برا عشان الدراسة ولسه راجع فقلت اتمشى وشوف البلد كده بيجي جابتنا عند الحاجة بعمر شربت عنده كوباية شاي عجبتني قلت اشرب عنده كله صلى غريبة يعني الوحمد اللي في ايدك دي عندي الحاجة بعمر برضو وفي نفس المكان هو كان عنده ابنتايه تبقى له كتر من عشرين سنة يعاني في سنك برضو كان مسافر برا زيك اكيد كل الحاجات ده مسوضفة اظن انت فهم من اولاً دي مش واحمد دي حادثة وانا معالجة لا ألف سلام عليك وقلت ليش اسمك ايه؟ هي كل الاسئلة دي انت تحقق معي عموماً اسمي محمد مش عمر اظن انت فهمني محمد تعالى عمو حاضر يا بابا اوما شوف الحاجة بجايدك معلش تأخرت عليك لا ما تأخرتش ولا حاجة يا عمر اشتركوا في القناة